وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأوال الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وآصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله سبحانه وتعالى has sent on us many blessings and from the things that Allah has blessed us with سبحانه وتعالى is clothes clothes are from the blessings of الله سبحانه وتعالى and Allah سبحانه وتعالى refer to clothing as a blessing قال تعالى الله سيد سورة النحل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وعبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين and so he said يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْسَرُهُمُ الْكَافِرُونَ in that ayah Allah referred to clothing as a what يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ they recognize the blessings and just before that Allah spoke about clothing in another ayah Allah subhanahu wa ta'ala he says when Adam alayhi salam was taken out of Jannah or when Allah subhanahu wa ta'ala told Adam not to eat from the tree Allah subhanahu wa ta'ala he says يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانَ كَمَا أَخْرَجَا بَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعْلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الله says to us in another ayah سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون in another ayah Allah سبحانه وتعالى he says يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا وشربوا وكلوا وشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي يخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون so clothing is a blessing and Allah mentions it in all of those verses that we mentioned but the reality of us today is we've not taken that blessing and shown gratitude the clothing is a blessing as we said and the blessing requires gratitude and as Allam ibn al-Qayyim mentions the way that gratitude is shown to the blessings of Allah is for it to be used in the way Allah subhanahu wa ta'ala sanctioned anything which I have said that was wrong or incorrect is from me and shaitan and Allah and his messenger are free from it subhanakallahumma bihamdik شَدْوَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهَ أَسْتَغْفِرُكُ أَتُوبُ إِلَيْكُ